زخات رصاص كسرت هدوء الصحراء إنها الحرب على الإرهاب التي غيرت كل شيء هنا في هذا الجزء من موريتانيا حيث تذوب الحدود والفواصل ويمتد الأفق الصحراوي اللامتناهي تخوض وحدات من الجيش الموريتاني حربا لا هوادة فيها ضد عصابات مسلحة تتخذ من الساحل الصحراوي قاعدة أساسية لإنشطتها الإرهابية قاعدة تبحث عن فراغات وكل ما وجدت فراغات تتواجد فيها من أجل أن تنشط أكثر أما عن نشاطها في الفترة الأخيرة فربما يعود إلى جملة من العوام بينها أنها تعتبر أن الحرب التي يشنها النظام الموريتاني هي حرب بالوكالة عن فرصة وبالتالي هذا يشرع لها من وجه نظرها الحرب على موريتاني حرب دارت رحاها بقوة منذ أن قرر رجيش الموريتاني الدخول في مواجهات مباشرة مع عناصر التنظيم على الأراضي المالية بدءا بعملية مشتركة مع قوات فرنسية وانتهاء بهجوم غابة وقدو في دولة مالي المجاورة لكن لا أحد يراهن على موريتانيا في كسر شوكة الإرهاب في الشمال الإفريقي وسط غياب الدور المفترض لباقي دول حلف الساحل والصحراء في محاربة نشاط القاعدة تحدي الأساسي الذي يواجهه الجيش الموريتاني في حربه ضد التنظيم القاعدة هو كون الفك الجزائري من الكماشة التي كان يفترض أن تطبق على التنظيم في منطقات الساحل لم يشتغل حتى الآن الفك الموريتاني لوحده غير قادر على هزيمة التنظيم في منطق مساحة جغرافية شاسعة وضع يزداد خطرا في ظل تطورات إقليمية يخشى أن تسهم في تعزيز نشاط هذه التنظيمات خصوصا مع تزايد الحديث عن حوزتها مؤخرا على أسلحة متطورة بالتأكيد الجيش الموريتاني لا يستطيع قهر مسلحين قالت التقارير الاستخباراتي الأخيرة أنهم حصلوا على أسلحة متطورة وصواريخ نتيجة للفوطة الليبية الراهنة عوامل كثيرة تضع موريتانيا الحلقة الأضعفة في حلف دول الساحل والصحراء على المحك مجددا في حربها المفتوحة على الإرهاب وتتطلب تضافرا إقليميا ودوليا لصد الخطر المحدق قبل فوات الأوان وينضم إلينا من لندن نعمان بن عثمان كبير محللين في مؤسسة كوليم للأبحاث ومكافحة التطرف أهلا بك سيدي معنا في اليوم على الحرة وبداية ما هي مدى دقة المعلومات على حصول القاعدة أو تنظيمات متشددة أخرى على أسلحة متطورة أخيرا حصولهم على أسلحة طبعا أمر دقيق وهو واضح الآن لدى الجميع وتصريحات كثير من المسؤولين في بعض الدول الغربية وزير داخلية فرنسا اليوم فقط وزير الخارجية الإيطالي فراتيني عقد مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة وذكر أن لديه معلومات مؤكدة أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي حصل على أسلحة جديدة ومعدات ودخائر لم تكن بحوزته بس كلمة متطورة نضعها بين قوسين هي متطورة بالنسبة لإمكانيات التنظيم السابقة ليس شيء معقد جدا وإن كانت تساهم من قدرة نشارة نعمة عسكرية والقوة النارية الفاير باور للتنظيم ازدادت بوضوح بس كلمة متطور نضعها بين قوسين ولكن لا شك أنها حصل على أسلحة حالها حصول الأسلحة ربما شيء ولكن المصدر يمكن يكون شيء آخر هل يمكن أن تكون ليبيا هي المصدر لتلك الأسلحة إن صحت المعلومات هي طبعا بتصريحات الوزارة الداخلية الفرنسية والوزير نفسه وزير الداخلية الفرنسي صرح من شهر بهذا الكلام وأنا على مستوى شخصي بحكم عملي فتأكدت من هذه المعلومات من المصادر الغربية بأن الأسلحة مصر أيضا الأسبوع الماضي تم القبض على مجموعة لكن مهربين مجرمين لا ينتموا إلى أي طيف سياسي فقط من أجل الحصول على الأموال أيضا قاموا بتهريب أسلحة من ضمنها صواريخ عبر حدود المصرية ثم تركوها وفروا بنتيجة مطارد أجهزة الأمن المصرية وتم ضبطها محرزة ومصورة الأسلحة الموجودة لكن بالنسبة لليبيا النظام الليبي قد يكون متعمد خاصة منطقة الجنوب انسحبوا من كثير من المواقع وبعضها دركت فيه الدخائر مناطق شبهة مهجورة بالكامل وبعضها كانت موجودة فيه بعض الأسلحة فحقيقة أصبحت خاصة في المنطقة الجنوبية أصبحت مشاع ومتناول يد كثير من الناس الذين لا علاقة لهم بأي توجه سياسي أو أيديولوجي فقط أهدافهم التجارة فأصبحوا يمارسوا عملية التجارة عن طريق بيع هذه الأسلحة لمن يدفع أكثر ليس فقط للجزائر هذا أمر مؤكد وحقيقة هناك شكوك كبيرة تراود الكثيرين أن بعض المخازن في هذه المناطق الشاسعة قد تركت عمدا حقيقة حتى تكون في متناول الجماعات هذه كسياسة من العقيد القدافة شخصيا هل يمكن أن نقول وفقا لما تقوله لنا الآن أن الإطراب في الوضع في ليبيا يسهم في تدعيم نشاط الجماعات المتشددة وأيضا يسهم في التأثير على أمن واستقرار دول المنطقة لا أوجوف عندما تكون هناك أزمة بالتأكيد أن تؤثر خاصة في دولة مثل ليبيا وهذه السياسة التي أرادها النظام الليبي تحديدا منذ البداية أن ندخل في حرب مفتوحة وحول انتفاضة سلمية إلى حالة صراح حتى يؤثر على المنطقة بالكامل ودعني أضيف شيء إضافي حتى نفهم الصورة بالكامل لأن هذا يأتي ضمن استراتيجية كاملة في بعض الأمور لم يعلن عنها إطلاقا ولم يعلن عنها أيضا لكن دعني أوضحها الآن تم القبض في تونس على شبكة أرهابية من أوروبا الشرقية بعضهم من يوكورينيا كانت هناك لغرض شن أعمال أرهابية وحملة أرهابية في تونس زعزلت الأمل والاستقرار هذا الكلام ليه شهرين فقط وأنا طلعت عليه في وقته من أول ما حدث في مجموعة أخرى تم القبض عليها في جنوب الصحراء في أحد دول مجاورة إلى ليبيا مجموعة كانت مكلفة بخطف أجانب ثم ظهار العملية وكأنها القاعدة للأسف أن الشبكتين تم ربطهم إلى ليبيا وفق مصادر غربية وانتبعت المضوع هذا شخصيا ليس هذه معلومات للصحافة غيرها لكن طلعت المضوع فقصد هذه السياسة أصبحت واضحة للجميع وهذا أعتقد منذ البداية حنق ورعب كثير من الدول الغربية أن للأسف أن السياسة الليبية نتباح على قيد قدافي هي حرق المنطقة بالكامل مقابل البقاء في السلطة هذا موريد أن نكد عليه فالمسؤول عن زعزعة الأمن وفتح هذه الأبواب على مصرعيها هو النظام الليبي تعفو أيضا أول عملية قام بها سحب كثير من القوات المسلحة في الجنوب التي كانت تحرز الحدود خاصة من منطقة غات والتي كانت في السابق أحيانا بعد فترة طويلة يقوم بعض أفراد القاعدة بعبورها آخر حدد كان في أول يناير بعض الأشخاص حاولوا يعبروا شخصين ليبيين كانوا مع القاعدة هناك وقتلوا في اشتباك ووقع في مطعم في غات مشهور القصة تركت هذه المنطقة بالكامل الآن مما اضطر القوات الجزائرية تنشر عدد كبير جدا عدة ألاف من القوات المسلحة الجزائرية لكي تحرس هذه الحدود من الطرفين حتى لا يحدث شيء يعبر الحدود بطريقة غير قانونية فهذا الوضع الذي تخطط له هو السلطات الليبية يعني العقيد بعمر قد هناك ومن معه هذه سيستهم ولا أعتقد أبدا أن يتوقفوا عن هذا الأمر إلى أن تنتهي الأزمة لن يتوقفوا أبدا وكلما تم التصعيد وكلما شعروا بالضغط أكثر أعتقد أنه سوف يكون هناك سيناريوات أسوأ مما نشاهده الآن في تقديري لأن هذا هو خيارهم واضح جدا من لندن عمان بن عثمان كبير محلين في مؤسسة كليم للأبحاث ومكافحة التطرف شكرا جزيلا لك